بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام عليكم خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه الوحدث السادسة سوف نتكلم فيها عن المفهوم والما صدق وأيضا نتكلم فيها عن النسبة بين الألفاظ والمعاني المرات بالمفهوم الذي يستعمل كثيرا في كلام المنطقيين نستطيع أن نقول كل لفظ مستعمل فإن له معنى وهذا المعنى يفهم من ذلك اللفظ ولذلك فالمفهوم هو ما يفهم من اللفظ أو هو المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان واللفظ دلالة كلامية عليه خلقها الله سبحانه وتعالى ليستطيع الناس يتفاهم فيما بينه أما المعنى صدق فهو المعنى الموجود في الخارج يعني الأعيان الموجودة في الخارج أو من يصدق عليهم معنى اللفظ من الأفراد فمعنى إنسان أو مفهوم حيوان مفكر ناطق وهذا المفهوم ينطبق ويصدق على زيد وأحمد ومحمد وغيرهم من أفراد الإنسان الموجودين في الخارج لأنهم أناس وعليه فيكون هؤلاء مصاديق لمفهوم الإنسان أو ما صدقات كما يسمونه في علم المنطقة وسبب التسمية المصدق بهذا الاسم هو أن لفظ المصدق اسم صناعي مأخوذ في الأصل من كلمة ما الاستفامية أو الموصولية إما الاستفامية يعني ما صدق هذا مهلا تقول أو الموصولية عندما تقول ما صدق على هذا أي الذي صدق على هذا وكلمة صدق هي التي هي فعل ماض من الصدق إذ كان يقال مثلا على ماذا صدق هذا اللفظ فيقال في الجواب صدق على كذا وكذا فاشتقوا من ذلك أو نحتوا كلمة ما صدق وصارت منحوتة يعني مصدر صناعي صارت اسم صناعي عفوا على هذا المراد وعرفوها بأل التعريف فصاروا يقولوا الما صدق وبعضهم يقول مصداك ومصداك أوضح في الدلالة على المراد لكن تلكها أكثر اجتهارا العلاقة بين المفهوم الما صدق العلاقة بين المفهوم الما صدق عكسية وهي أنه كل ما زاد المفهوم تحديدا نقص الما صدق يعني كل ما ضافنا أوصف المفهوم قل الما صدق وكل ما نقص المفهوم تحديدا زاد الما صدق مثل لفظ الحيوان مفهوم الكائن الحي الحساس المتحرك بإرادته وما صدقه أي الذي يصدق عليه يصدق على الإنسان وعلى الفرس وعلى الغزال وعلى الحية وعلى الحشرات كلها حيوان لأنها كائنات حية حساسة متحركة بإرادتها فإذا زادت قيود المفهوم بأن تقول مثلا حيوان ناطق قلت ما صدقات ذلك المفهوم اكتصرت على الإنسان وأصبح الما صدقات هي الإنسان والإنسان فلان وفلان وفلان بعد أن كان يدخل معها الفرس وأنواع الفرس وأنواع الأسد وأنواع الغزال وكذلك ترجمة نانسي قنقر